أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى مراحل البردمج التدريبي لتدريب المتطوعين من الكوادر الطبية يستهدف ذلك تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مرحلة أولى لتدريب المتطوعين من الكوادر الطبية تأتي ضمن سلسلة من حلقات التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة والهدف بناء كوادر إنسانية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن أهمية التدريب ده هو رفع كفاءة المتطوعين اللي رايحين تبع مبادرة حياة كريمة هم هيقدموا خدمة طبية في القرى الأكثر احتياجا وأنا وزملائي هنا بندربهم على أحدث التقنيات الطبية وأحدث الحاجات اللي ظهرت علميا مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تم اطلاقها عن طريق فخمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتهتم دايماً بأن احنا نقدر نوصل الخدمة الطبية للمستحقين ممكن هو عمل تطوعي في الأول وفي الآخر طبعاً النهاردة كان فيه من تدريب بالتعاون مع شركة فيزر بيتكلموا عن الصحة العامة بيتكلموا عن الاستخدام الأمثل للمنطوطات الحيوية مبادرة حياة كريمة عملت حاجة بجنودة جداً إن هي عمل التنصيق ما بين شركة فيزر ودي أحدى الشركات العالمية علشان خاطة تدريب الكوادر الطبية على مستوى محافظات مصر فالاستفادة استفادة جميلة جداً جداً وسعياً لتطوير خدمات القوافل العلاجية التي تطلقها حياة كريمة في أنحاء الجمهورية عمل متخصصون في عدد من التخصصات الطبية على مدار يومين على تدريب الكوادر المستهدفة خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن مبادرة حياة كريمة نهتم جداً بتوعية السادة الأطباء والسيادلة وأطباء الأسنان بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومقصود بالاستخدام الأمثل ده إنه هو الاستخدام اللي يكون ليه سبب واضح عند المريض ويكون ليه مدة واضحة عند المريض وإن إحنا نقلل التعرض للمضادات الحيوية بقدر الإمكان عشان نقلل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أن لي الشرف أصلاً نضم المؤسسة الحياة الكريمة لأنها مؤسسة فعلاً بتاها دفلة لخدمة المواطن المصري بدون أي مقابل نحاول نوصل للقرة الأكتر احتياجاً سواء بالقوافل الطبية أو بالأدوية ده كاترة كبار اللي قدر توفرهنا شركة فيزر بالتعاون مع المبادرة بالتعاون مع المؤسسة قدر تنقلنا خبرات كبيرة علمية هنقدر من خلالها نستفيد واهتمت بالعنصر البشر المتمثلة فينا أن نقدر ناخد الخبرات كلها ونبدأ نطبقها في محافظاتنا يأتي هذا التعاون بين عدد من الشركات الطبية المتخصصة الأجنبية والمصرية وشركات أدوية وغيرها من المؤسسات التعليمية من خلال خطة متكاملة تسعى لها الدولة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الطبي كريم بيبرس التلفزيون النصري